المسائل خير عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بكم في برنامجكم وبرنامجنا بنتي نيج النهار دا هنتكلم في موضوع جديد طبعا إحنا بنتكلم عن القضايا اللي بتخص المجتمع برنامجنا دا كله بيتكلم عن المشاكل اللي في المجتمع مبارحة جابلت مع شخصية من رجال القانون بيكلمني في موضوع غريب جدا أنا ما عشتوش في المجتمع الصعيدي صراحة لأنه طبعا المجتمع القاهير دا بالنسبة لي مجتمع جديد بيتكلم عن الرؤية والاستضافة أباء بيحلموا بتغيير قانون الرؤية بيتمنوا قانون دا يتغير ويكون استضافة تعديل للقوانين دي صراحة أنا المجتمعات دي أنا استغربت على القوانين الغريبة دي اللي بيعاني منها الأباء طبعا إحنا معنا ضفنا النهار دا الأستاذ عمر عاطف أبو السعود المحامي بالنقد والإدارية العليا وإنهادها الناقش للقضية والرؤية والاستضافة وأهلا بك يا أستاذ عمر أهلا وسهلا بحضرك يا أستاذة وأهلا بجمهور حضرتك إحنا نهار دا حضرتك طرحتي قضية من القضية فعلا اللي المجتمع كله بيعاني منها بالنسبة لحالات نسبة زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري بالزيادة في الحياة المدينة غير الريف وغير الكرة عندنا نسبة الطلاق بقت عالية جدا وبسبب نسبة الطلاق موضوع الرؤية دا بيسبب مشاكل جامدة جدا بسبب نسبة الطلاق موضوع الرؤية بيسبب مشاكل جامدة جدا نحن عايزين نعرف إيه هي الرؤية عايزين المجتمع يعرف الرؤية إيه الرؤية دي هو حق لكل من الأبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة وفيه هنا كمان فيه جزئية تجهلها تجهلها القانون في هذه المادة هي اللي هو بيقول إنه هو حق للأبوين في حق الرؤية للصغير أو الصغيرة وجه عند الجد والجدة للأبوين الجد والجدة قالك إنه هم حق الرؤية ليهم في حالة عدم وجود الأبوين يعني ما ده همش الحق الجد والجدة ذات نفسهم إنه هم يشوفوا الصغير إذا كان الأب عايش وده في حد ذاته فيه إجحاف لحق الجد وجد معين إحنا عندنا مصر صعادي بيقول لك شجاوة الولدين جاية مرتين في الإبن وإبن الإبن يعني أكيد الجد والجد هيحافظه برضه وهيخاف على الصغير يعني مش الأبوه أمه بس لا ده إحنا عندنا بقى مشكلة جامدة جدا في نص المادة لنص المادة صريح بيقول إيه نص المادة؟ بيقول لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين طيب وإنت إزاي؟ إنت عايز الولد وولد الولد إذا كان الأبو مشغول مسافر لبرا للعمل مسافر لأي سبب إن كان يعني ما عندك كده أن الجد وجدها محرومين من رؤية محرومين من رؤية الصغير وده أول تعجيز في قانون الرؤية إحنا دلوقتي عندنا يعني الأم لو هي الحضنة من حاجها تحرم الجد والجدة اللي هما للأب تحرمهم تحرمهم برؤية الأب؟ طالما الأب ما طلبش طالما الأب ما طلبش يعني لازم يطالب بشكل قانوني لا ده هو لازم يطالب بشكل قانوني هو عندنا اللي هو الاتفاق الودي ما بينهم من بعض ده شيء ده ما بندركش القانون لأنه هما بيتفقوا ودي مع بعض إحنا بشوف الصغير هنا بأي طريقة بيتفقوا هما عليها لكن المهمة بيلجأوا القضاء بنظمها ونص المادة صريح يعني القضاء بنظمها بنظم مثلا عدد الساعات بنظم يعني عدد الساعات اللي بيشوف فيها في الأيام يعني فيه أيام محددة مثلا فيه أيام محددة يعني نظمها القانون أنه هو الأبن الشاف فيها الصغير الشاف فيها وساعات محددة يعني أنا عاوز بوضع استفهم في الجزئية تمام إحنا يا أستاذة عندنا عندنا كارثة إحنا عندنا هنا القانون نظم كل يوم جمعة 3 ساعات لرؤية الصغير كل يوم جمعة هو اليوم المحدد بس يوم جمعة ثلاث ساعات طب أنا دلوقتي لما يجي الأسبوع سبعة أيام فيه 168 ساعة لما يجي قدي حق للأب أو كان للأم لو سقط عنا حق الحضانة ثلاث ساعات من 168 ساعة فين هنا؟ فين المساواة؟ فين مبدأ المساواة؟ عشان كده احنا بنطالب لأن الصغير بيبقى فيه ما بينهم وما بين الطرف الآخر فجوة إن كانت الحضانة مع الأم أو حتى مع الأب يعني كده الأب مش هياخد فرصته في أن يربي ابنه خالص ولا حتى أطابق ديه ثلاث ساعات كده يعني كأنه ضيف ضيف؟ ده ما بيحصلش ضيف لأن كل أسبوع لأنه ممكن فيه أسبوع ما بيجيش الصغير ما بيجيش أو الأب ما بيجيش فبعندرج إن أنت في الشهر ممكن تتقابلي مع ابنك ست ساعات تلاث ساعات كل أسبوع ما بتحلقش تعودي معاه ما فيش ترابط أسري ما فيش ترابط أسري علشان كده علشان كده لما بييجي بعد سن الحضانة بعد بلوغ صغير سن الحضانة 15 سنة وييجي القضاء يخيره يقوله أنت عايز سوعد مع مين بطبيعه بيختار والدته لأت معيها خلاص تعود عليها تعود عليها طبعا بطبيعة إنه هو عايش معاه على طول عشان كده إحنا عندنا مشكلة مصارى لمن دول اللي هو تطبيق قانون الاستضافة إحنا ما عندناش حاجة اسمها تطبيق قانون الاستضافة وما فيش نص مدد وده يسرج الاستضافة عن الرؤية أه طبعا الاستضافة ده إنه هو صديف الصغير عنده يباك ما عنده يقوم يعني إحنا نطبق قانون بشروط نطبق قانون نقول تطبق عليه قانون حسن السر والسلوك إنه هو يلتزم أنزل عقوبات لو عدم لو هو ما سلمش الصغير تاني في المعاد بس يدي له حق الرؤية بشروط بشروط ادهاله بشروط ليه؟ لأن حضرتك إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم على الأب والأم لأن الأم ممكن تتحطي في نفس الموقف لأن الأم لو تزوجت من أجنبي بيسقط حقها في الحضانة يعني هي كده مش من حقها يعني لو اطلجت لو رجعت اطلجت تاني وحبت تسترد أبنائها من جزء الأولاني كحاضنة ما ينفعش ولا ينفع 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 تسترده ينفع تسترده ده وصل مادة 130 ادعى الحق إنها تسترده وإذا المادة دي فيها برضو عوار وفيها ظلم ظلم المين يعني كده هتاخده هتاخد الأبن الصغير بالنفجة وكل المستحقات وبالبيت اللي لاحظنا فيه ولكن الشروط دي يعني هقول لحضرك احنا نكلم فيها جزئية جزئية عشان برضو ايه هما سيدة المشاهدين ما ايه يستفيدوا وما حادش فيهم يروح كده ولا كده معنا في الموضوع احنا عندنا الرؤية اللي هما التلات ساعات احنا عايزين نعمل حاجة اسمها حق الاستضافة ويكون بشروط والمحكمة أو قضاء أو المشرع ينظم الموضوع ده ويحط له عقوبة لعدم الالتزام بيه دي نمرة واحد ده بقانون الرؤية في حاجة تانية برضو لازم يعتي لازم يدي للجد والجدة حق الرؤية في حال وجود الابوين وعدم مطلبتهم يبقى ليهم برضو حق انه هما يشوفوا الصغية طب ازاي القانون اصلا ما دهمش الحق بكده دي حاجة الحاجة التانية انا عندي عدد ساعات الرؤية تلات ساعات تلات ساعات هنعمل بها ايه هنعمل بها ايه واحنا عايزين كمان عايزين حاجة مهمة جدا لان معظم 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 الخلافات ما بين الطرفين بالذات في وجود ده حالة الطلاق الطلاق بيبقى بسبب مشاكل وكلام ده كله عايزين حد يقيم تواجد الاب والام في مكان الرؤية مكان الرؤية ده بيبقى مكان مخصص طب الاماكن المخصص للرؤية الاماكن المخصص للرؤية يعني بيت الاب ولا بيت الام ولا لا ده ده بيبقى مكان تابع نادي اجتماعي تابع مركز شباب على حسب اقرب مكان للصغير يعني اماكن عامة اماكن عامة وفيها هدفات الحضور وانصراف فيها هدفات الحضور وانصراف اه وبيزمد جهة ساعكام ومش الساعكام اه طبعا لانه هو مفروض انه هو بيسلم اللي صيغة تنفيزية اللي معاه اللي هناك للأب او الام لو حتى هي اللي وقدر رؤية بيسلم اللي هو واخد الحكم رؤية صادة لصالحه مفروض انه هو بيزمد انه جهة ساعكازا ومش الساعكازا فالحاجات دي كلها مهمة احنا بقى عايزين حاجة هنا مهمة جدا احنا عايزين حد يقيم تواجد من هو طلب حق الرؤية ماشي لحق الرؤية فعلا ولا حق الاضرار بالطرف التاني لان دي مهمة جدا دي مهمة جدا لان في بعض في بعض الاباء وبيحبوا انه هم يزلوا مثلا ان الام او يضروها او يجيبها يفضل يجيبها ويوديها المركز هناك المركز اللي هو بيشوف في الصغير فبوسي تلاقيه هو قاعد ومش مهتم اصلا بالصغير ساب الصغير بيلعب سابه بيروح بييجي بس هو عايز يجيبها يععدها هي والعايد 3 ساعات قدامه فطبعا احنا عايزين حد يقيم الموضوع ده له هو فعلا كده ماشي يكتب تقرير ويتوقف حقه في الرؤية يعني مش فيه اخصاء اجتماعي بيحبه ما فيش ما فيش الكلام ده احنا عايزين تقييم ما فيش ازاي في حضوره في انصراف ولا هي اصلا لا هي حضوره انصراف بس لكن ما فيش تقييم احنا عايزين حد يكون قيم على الموضوع ده يعني اخصاء اجتماعي من الشؤون الاجتماعية ولا هو بنوزلة العدل ده من الدولة من الدولة هي لا يتعينه لان ده هيكون امانة وهو هيبقى موظف في الدولة وهو لقد الامانة اللي هو يؤتمن عليها انا عايز دلوقتي حد ييجي يبقى قاعد في المكان المخصص للرؤية ويشوف مثلا الاب ده اعجم بابنه مهتم بيه ولا لأ سابه بيلعب وقاعد على الموبايل حضرك للمطروح تشوفي حاجات هتشوفي حالات فجعة هتشوفي برضو فيه امهات بتتعمد ان هي الجيم وخلاص يا الاسرة من ده متفكك وتدمر الطفل ده خلاص المجتمع كده تدمر لا وهتشوفي كمان حضرك ان فيه برضو بعض الامهات بتتعمد تجيب مثلا الصغير مرة او مرة لا او تجيبه متأخر طه فيه قانون ردع للام اللي بتعمل كده فيه بس ده بياخد ممطلة احنا عايزين حاجة محاسبة سريعة ليه انا دلوقتي لو انا رحت متأخر انا عايز يطبع علي غرامة او يعني انا عايز ارور لو انا رحت انا معادي من الساعة كذا للساعة كذا لو انا رحت متأخر او اي طرف من الاطراف رحمة اخر يطبع علي غرامة فورية ولو ما فيش عدم من الاهتمام لو رحمة اخر كده هيتحسب من وقته تضايع خلاص الام حضرت بابنه لا هي كسك والاب مثلا محضرش لا هي كده هيتحسب من الوقت بتاعه هو لا هي كسك الكسك الكسك قولها انه ممكن يجي الاب يجي يجيب الام مثلا معادي الرؤية بتاعه من ساعة ثلاثة لساعة ستة يجي هو رايح الساعة خمسة وسايبها ساعتين قعدة وهي خايفة تمشي لا يكتب ان هي مشت قبل المعاد يوم الاب يجي وخدع عليها ويثبت انها مشت قبل المعاد وبعد كده يرفع دوعة تعويض فاحنا عايزين حد يقيم على الموضوع ده لان الموضوع ده عايز يتحكم شوية الموضوع ده يعني سايب عايزين الموضوع دوت محدش يضر حد عايزين حد يبقى قيم على الاب وقعد فعلا انت عايز تشوف الصغير ولا جاي لإيه انت مهتم بالصغير ده وقعد فعلا ملهوف عليه ولا انت انت جاي عشان خاطر مجرد ان انت بتنتقم وفي حاجة مهمة جدا برضي يا سايزة عايزين سرع في الموضوع دوت وفي الموضوع الرؤية انا بيجي عندي بعض حلاق كتير بيجي الاب بتبقى الام مشتكياء بمتجمد نفقة وبنفقة وعليه متجمدات نفقة في بنك ناصر ماشي وبيجي بيرفع حكم رؤية يعني هو التعامل بيكون مع بنك ناصر بالنسبة للام الحدنا بتروح تاخد الفلوس بتاعتها نفقة ده بالنسبة للحرفي بالنسبة للحرفي بالنسبة للحرفي انا بتكلم ان هو اصلا الاب ما بيدفعش للصغير حقه وعايز يشوفه اه فانا عايز اوقف لك اعمل لك اقاف مش اغيلك لا اعمل لك اقاف للرؤية ذات نفسها لو ما دفعتش لو ما دفعتش ادفع المستحقل عليك ادفع المتجمد يعني بيبقى مفروض ان الام رفع المتجمدات نفقة رفع المتجمد نفقة وبص تلاقي القب كل جمعة يروح يقعد تلات ساعات ماشي ومش عايز يدفع تقوله مش هدفع يقول لها مش هدفع وعليه فلوس في بنك الناصر وما بيدفعش فبينت انت ازاي بتطالب بتشوف ابنك وانت ازاي حتى مش مديله حق اكله شوف فالحاجات دي كلها حاجات مهمة طب ستا قلت الحرفي الحرفي عشان المحكمة تحكم بالمبلغ معين تحكم ازاي يعني فيه يعني مخبر مثلا او ازاي التقييم بتاع المبلغ اللي بيدفعه للام فحاضنة وصي ساعتك اصفت الموضوع مهم جدا لان الموضوع دوت الموضوع ده بيحصل فيه تلاعب جامد جدا لان اصلا يعني هو دخله مش ثابت الحرفي دوت القائم على تحديد دخله بيبقى هو حد يعني ده تابع للإسم اللي هو تابع دائرة القب تابع دائرة تابع دائرة اسم الأب بييجي اسم الأب اه اللي هو مثلا اسم شرطة كذا سكن مثلا في منطقة كذا الكلام ده كله بيبقى بيينزل علي تحريات بيبقى كده الأب اللي علاقاته أصلا بالمنطقة بييجي بقى يعمل ايه هي المشكلة تيجي كده بييجي مثلا بيجي ينزل تحريات بيجي تحريات من مباحث يعني منذوب شرطة أو أمين شرطة بيينزل اسم شيخ الحارة بيعمل تحريات عن دخل الأب بيعمل تحريات عن دخل الايه عن دخل الأب ايه ممكن يتوانس ممكن في ناس برضو في كل مجال في الكواس الوحش ممكن يتوانس مع الأب أو ممكن يتوانس مع الأم وهدي ضماير دي مسألة الضمير احنا بقى احنا الموضوع ده احنا بص يا سيدة احنا عايزين نحد من نتايجه الضرة ليه بقى لاننا عندي دلوقتي ممكن مثلا اللي هو المسؤول عن تحديد دخل الحرفة دوت مثلا لو قلنا مثلا اتفق مع الأم وده مبلغ عالي خلى الأب مش قادر يدفع يبقى مفيش حاجة تدفع حتطر إيه رب من الدفع أو حسن العكس طب لو الأب ما قدرش يسدد كده هيعاقب قانونا بالحبس طبعا هيعاقب قانونا بالحبس لأنه بترفع ليه متجمد نفقة متجمد نفقة متجمد نفقة تثبته ازاي عن طريق برضو بنك ناس لا عن طريق التحريات برضو عن طريق التحريات ولا عن طريق البنك اللي هو بيسدد لها لا البنك ده قصة تانية البنك بيشتكي بحسابه هو لأن البنك ما بيديش غير حد أقصى 500 جنيه يعني لو المبلغ مثلا 10.000 جنيه اللي هو ادي 500 جنيه برضو ادي 500 وهي تجمع الباقي وترفع بيه متجمد نفقة وترفع بيه متجمد نفقة ما فيه بهدلة وفي كل ده يجي القب عايز تشوف الصغير برضو ويجي النادي طب ازاي انت مفوط تتمنع أصلا تتمنع انك تشوف ابنك لحين انك تسدد لعليك الأول احنا بقى في جزئة لحضرتك أسرتيها اللي هي بتاعت موضوع تحديد الدخل انا نفسي بقى يعني يصدر قرار من السيد المستشار معايل وزير العدل يصدر منه قرار بان التحريات دي تبقى مسؤولة عنها النيابة لان اللي بيتمي كالقاتي الام لما بترفع او الحضنة اين كان مين اللي معا الحضانة بيرفع دعوة النفقة هو اللي بيستلم جواب التحرد وهو اللي بتوجه للإسم ويسلمه بيعارف هو بيتعامل مع مين بشخصه وبيسلمه وهو اللي بيدوله في ايديه او بيسلمه للموظف او بيسلمه للجهة لا احنا عايزين حاجة غير كده خالص احنا عايزين حاجة اسمها ادارة اسمها ادارة التحريات دي اللي مسؤولة عنها النيابة محدش يعرف التحري ده مين اللي بيعمله ومين اصلا اللي بتصرف فيه مش عايزين ايد من الطرفين هي اللي تكون بتتعامل مع الشخص دوت وميعرفوش هما بيتعاملوا معاي ازاي لان ده فيه منعا للتلعب منعا للتلعب جامل لان ده فيها جزء تلعب جامل جدا في الاخر بيعود الضرر على الصغير اللي بيجي مثلا القطبي دلوقتي اتعامله مثلا دخل عالي اتحكم عليه بحكم نفع عالي جي بعد كده مش قادر يدفع جات الام عملت دعم متجمد نفع الاب محوش القانون بيدي له حبس 30 يوم فيجي معظم الأباء 30 يوم بيروح معبوسهم ويروح خارج طب انت وهي تضطر ترفع قضية ترفع قضية تانية طب وبعد ايه احنا عايزين ننظم الموضوع ده لان الموضوع ده فيه مشكلة كبيرة جدا برضو ده فيه مشكلة كبيرة لكن احنا لو احنا ادينا كل حاجة حقها ماشي ونظمناها بجد لان الموضوع ده عاملة مشاكل لان فيه ناس فعلا بتاخد يعني دخل اكبر من دخلها وفيه اطفال بيتحكم لها بيعني اقل من المستحق عليها على ولدها وده برضو فيه ظلم في الحالتين ده فيه ظلم وده فيه ظلم الام بعد ما تحصل على المبلغ اللي هو المحدد ليها من النفقة لو لدها دخلين مدرس خاصة المدرس الخاصة دي بتتحسب خلاص من المبلغ اللي هي اخدته ولا كمان الاب بيدفع لا مصارف التعليم دي دي هي بترفع دعوة تانية اسمها مصارف مدرسية دي دعوة تانية دي دعوة تانية ليه هو فيه اكتر من دعوة يعني هي دعوة واحدة المفروض بنفقة لا وقنون من نظامها النفقة نفقة نوع فيه نفقة بنوعيها اللي هو ماء كل ومالبس وفيه بدل فرش سيادتك بتتكلم عنها دي نفقة دي نفقة الماء كل ومالبس اللي تتكلمنا عنها دي نفقة العادية اللي أنا بتتكلم عنها فيه بعد كده الأجور أجر مسكن أجر حضانة بدل فرش بدل غطى الحاجات دي كلها مصاريف دراسية الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها الأم بترهق فيها علشان تاخدها المصاريف الدراسية اللي ساعتك بيطلع عليها لازم تدفعها الأول لازم تدفعها الأول وتجيب إصال إنها سددت المدرسة وترفع دعوة علشان تأخذها هي عشان ترفع دعوة وتروح لمحايم يرفع دعوة هتخسر نص اللي صرفت هتخسر نص المصاريف اللي دفعت هتخسر أتعب محمين مأساة هتخسر أتعب محمين هتخسر كلام دا كله إحنا بقى عندنا برضو جزئية مهمة جدا في ترتيب الحضانة ترتيب الحضانة دا دا فيه ظلم جامد للأب دي أنا عاوز أتكلم فيها يعني أنا بسمع دايما في مثل بيقولك الخال والد هو الخال هيخاف على الإبن أكتر من أبوه يعني الإبن لو حصلك له حدثة أو مات هيحزن عليه الخال أكتر من أبوه دا أنا أقولك ترتيب الحضانة يعني إزاي الأب مش موجود أصلا في ترتيب الحضانة أنا عاوزة سيادتك بس تقولي إيه ترتيب الحضانة دلوقتي؟ هو بص سيادت هو ترتيب الحضانة الأم أم الأم وإنعالت أم الأب وإنعالت وبعد كده وإنعالت يعني صحتها كويسة ولا؟ لا يعني ممكن يعني الأم أم الأم عشان نوضحها بس للجمهور الأم الأم أم الأم جدة الأم لو موجودة لو موجودة يعني إنعالت يعني إنعالت يعني لو موجودة بعد كده بنلاقي الأخوات وبعد كده الخلات وبعد كده العمات الأب ما بيجيش أصلا في تسلسل خالص وده فيه ظلم جنب أول الأب أنا عايز برضو زي ما الأم خدت المرتبة الأولى في حق الحضانة بشروط ياخدها برضو الأب بنفس الشروط ما تنساش إن إحنا في مجتمع زكوري سنين اللي فاتت دي كات كل القوانين بتحطها يا رجالك كان صراحة ضايع فيها حق المرأة خاضص دلوقيش الست خدت الوضع بتاعها وبيجي تتشارك في وضع القوانين فالقوانين اتغيرت بيجي تقولها لصالح الست هو إحنا دوقتي ساعتك إحنا بنقول نزكة حق الأم لا إحنا بنقول نعطي الأب نفس حق الأم هو المفروض الدرجة التانية دلقابة ده ساعتك أصلا مش موجود في ترتيب الحضان دي اللي أنا مستخدم ده أنت عشان توصلي له يعني الساعة ده يلف عن ناس كلها أنا جاية من مجتمع أنا ابني يلف عن ناس كلها وأنا مش لو الأم اشجوزت الولاد خلاص يروحوا لأبوهم بالتراضي كده حتى لو كان الموضوع في المحاكم برضو بالتراضي الأب بياخد ولاده ده أنا هقولك بقى على ساعتك على الأفجع من كده من حقه أتفضل سياحك الأفجع من كده بتجي مثلا الأم اتطلقت من الأب ومعها مثلا صغير أو صغيرين عايزة تتجوز تعمل إيه تجي تروح نقلة حضنة الصغار باسمه والدتها لو هي عايشة على الورق وهم عايشين مع مين مع زوج أمه وده في ظلم للأب هو أقوله بعياله هو أقوله بعياله صحة ولا لأ بس يعني أنا أنا لما جي دلوقتي تمحي الماشي بيبقى في ظلم للأب ليه أنا دلوقتي ايه تفضل سيادة انا أنا دلوقتي لما جي أبص إيه أبص هلاقي أنا عايز ترتب الحضانة ترتب الحضانة ذات نفسه ماشي يدي الأب نفس الشروط ومرتبة تانية للأم طبعا الحديث مع سيادتك شيخ بس صراحة يعني المخرج بيبلغنا أني خلاص الوقت انتهى وطبعا أنا بناشد المسؤولين والمعانين أنا موصول جدا بسعادتك والله وبرنامج سعادتك ألف شكر سيادتك يعني وإحنا نتعب نسيادتك معنا شكرا فلدي طبعا أنا بناشد كل المسؤولين المعانيين بوضع القوانين بيخرجوا الأب من سجن الرؤية احنا احنا نطالبهم بتعديل الرؤية لاستضافة ويعدلوا القوانين الشخصية ويجدوا جد و جد حق الرؤية في حالة وجود الأبوين يريد بجد يعني عشان هما جد و جدا مظلومين في الموضوع ده ألف شكر لحضراتكم ألف شكر سيادتك وإن شاء الله معنا حلقة جديدة بإذن الله في السبوع القادم إن شاء الله أفت شكر السيادتك انتظرونا بإذن الله السلام على تفكير اشتغل اشتغل اشتغل